اهلا وسهلا ومرحبا بكل سيدة المشاهدين المتابعين قناة حنباعل في موعد رياضي جديد سوي عسبور من توحة تكشي للستة امتعل عشان نحكيه فيه على اخر الخبار رياضي وخاصة على رابط الابطال الافريقية ونهائي كأس تونس المنتظر بين النادي الافريقي والسي اس اس اكثر تفاصيل نعرفه بعد شوية لتنبداية بترحيب بضيوف حستنا اليوم سعيد جدا باستقبال الكابتن ريضابور المدرب والمحل مرحبا مرحبا يا اخي يا شاكر ومرحبا بسيد المشاهدين ومرحبا بالكابتن عبد الناصر ايضا سعيد جدا باستقبال يوم المرة في سوي عسبور ذيف خاص جانا من مصر الاعلامي المصري عبد الناصر زيدان المشرف على موقع تحية تونس المصري كابتن عبد الناصر مرحبا اهلا بك وتحياتي لك وكل من يتابعنا في تونس وفي مصر شرفنا بطبيعة بحذورك ان شاء الله يكيد مش نحكيه على مباراة الترجي والاهلية المصري اللي صارت في رادس وانتهيت بفوز الترجي لدي تونسي لكن ايضا مش نحكيه على مباراة العودة المنتظرة وعديدة لاخبار البداية بسومير وراجعين في رابطة الابطال الافريقية الترجي ينهزم ماما الاهلية المصري هدف لسفر في انتظار مباراة الايابة السبت القادم في القاهرة النادي سفيقسي ترشح النهائي كأس تونس على حساب الأولمبي للنقل ويلاقي النادي الافريقي في الدورة النهائية يوم لحظ القادم هذه هي أبرز اللو عنوين بطبيعة باش نحكيه بعد شوية ايضا على رياض التنس وفوز أنس جابر كأول عربية بلقب في تاريخها في لاعبات المحترفات في مدينة بيرمينجام أكثر تفاصيل نرجع لها بعد شوية لكن البداية كما قلت بالحديث على مباراة الأهلي والترجي اللي دارت نهار تسبت في رادس هزيمة الترجي هدف لسفر أكيد سيريدا بوراوي نبدأ معك فنيا في شريط المقابلة هذه وهزيمة الترجي قدام الأهلي في مباراة الذهاب فانتظار بتبع مباراة العودة كان غاية بالترجي في اليوم هدايا ونقوله مبروك سع للهلي يستهل ما سرقش المباراة خذها بكل استحقاق وجدارة لكن الترجي الرياضي نتوقع إن شاء الله يوم السبت الجاي نقدر نقول بكل صراحة أقولها وأنا تعرفني شاكر أنا نحب الترجي وما ممكن تكون المفاجأة فانتظار مفاجأة خنمشي للدخلة متاعك سيريدا بوراوي شنو حضرتنا ترانزيسيون داخل ورجعين ما عجبتوش قدت يمكن اثنين صفر الاسبوع الجاي ممكن تصير مفاجأة تفتق خذلت الخطوة يبحك كرة القدم فيها كل شيء لا ما تعرف مع الأهلي المستحين على أهلي مستحين الأهلي هو هل احنا نقوله الترجي مع الترجي مستحين منت تكون علىها مع الأهلي يقهر المستحين في الحرن الحمد لله وصلنا أحنا إلى مستوى نادي الأهلي لا هو نادي الترجي نادي عظيم خلنا عمل الدخلة خد روحتك اي سيريدا الدخلة اخوة شاكر أنا خايف على النادي الأولمبي للنقل النادي العريق النادي له تاريخ في تونس بصراحة لكن ما نحبش العقوبة تتصلت ونتمنى ما تتصلتش عقوبة على النادي الأولمبي للنقل لأن النادي الأولمبي للنقل ما عنده ولا ذنب في الإيصار البارح على أساس أنه كي نسمع يقولك والله يدوم سكان الفوق في الديار من نجموش انت حكموا فيهم وهما اللي لوحوا هالشوارير السمريخ وهالمشاكل اللي صارت وكانت في بعض الفترات أمور خطيرة جدا إذن شو نقول أنا نقول ما ذنب النادي الأولمبي للنقل أنا خايف على النادي الأولمبي للنقل لتأخذ الفيدراسيون بتاع الفوتبول متاعنا يأخذوا عقوبة ضدها والعام جاي هما بشي لعبوا على الصعود إلى الدولة المحترفين أنا نشوف الغلطة مين اللي عين المباراة في استاد الماليسين مين اللي عينها المباراة هذه أنت تقول سيريدا ما ذنب نادي الأولمبي للنقل وأنا نقول ما ذنب كورت القدم التونسية وهل صارنا غير قادرين على تنظيم مباراة كورت القدم شفنا بعض الأحداث وبعض التجاوزات في ملعب رادز ضد الأهلية المصري وشفنا أيضا تجاوزات في مباراة الأولمبي للنقل والسيسيس في مباراة نصف نهائي الكيس نشاهدوا بعض الصور وبعد نرجع للتعليق سيريدا ترجمة نانسي قنقر لحسب الصورة قاعد نشاهدوا في إصابة إن شاء الله إن شاء الله إصابة شكون والله منش قاعد نثابت نشوف في شكون معك مصاب وكيد عدسة من العجيمي موجهة مباشرة لتوضيح شماهير من فوق الأسح للملعب مباشرة كانت هذه الصور على أحداث نهاية الأسبوع مباراة التراجي والأهلي انطلقت بتأخير ساعة ومباراة الأولمبي للنقل والنادي ريادي أسفيقسي معتها وقفت قبل نهايتها تقريبا بعشرين دقيقة وفوز النادي ريادي أسفيقسي بعد استحالة انهاء المقابلة تسعة وستين دقيقة اللعب فقط هي الوقت اللي دارت فيه المقابلة سيري ذا اليوم يظهر لي المسؤولية الكبيرة حتى نكونوا واضحين اليوم عند الأمن التونسي لأنه أكثر سرامة أكثر فعيلية على مستوى تأمين المقابلات ومش أول مرة تونس نلبوا مقابلات بجمهور هذا معتها تقريبا عدد خمس آلاف سبع آلاف ولا عشرة آلاف ولا بعض الجماهير فوق الأسطح مش هما لخليونا نجموا نشوفوا ونسوقوا صورة كي من هكي الكورت قدم توسيه أنا سؤال لي كثب الله يا شكرا الهوليجان وما أدراك من الهوليجان ومشاكل الهوليجان قولهم الحل علش هلوم من قولهم مش حل على النوادي التراجي والندي الفريقي والنجم الساحلي والندي السفاقسي الأندية اللي عندها الجماهير هذه هي أنفسها زادة يجزمها تعرف لو ممكن بالكارت يدخلوا يبقوا نهار من نهارات بسيط كال إذا نتمدعوا في الشي هذا وهذه صورة مهاش لايخة إلى كرة القدم التونسية به هذه يكيد حبيناها دخلة اليوم ولفت نظر خاصة للمسؤولين على التنظيم خاصة لأمنيين لفت نظر لونيجان قولهم حل يا شاكر يلزم الدولة تلقى حل إذا نحبون نلقاه حل سيلي ذا يكيد في تونس نجم نلقاه حل لكن بعض التسايف في الفترة الأخرى يلزم نوقفوه به دعنا نأخذ أيضا ضيفنا عبدالناصر الزيدين دخلة اليوم ما اخترت كابتن عبدالناصر أنا اخترت يمكن حاجة مهمة جدا جماهير الترجي وقرم التونسة يمكن عنوان خدت بالمصري وباللغة المصرية الدارجة حابب أوص الرسالة من خلال هذا البرنامج الرائع سويع سبورت الذي أشرف أن أكون فيه لأول مرة على هذه القناة الكبيرة حن باعل والمتابعة من قبل المصريين وأنا شخصيا من المتابعين لها لأنها من أوائل القنوات التونسية وكل التحية للقائمين عليها ماذا يعني ما أريده جماهير الترجي وقرم التونسة أقصد مرادفات هنا يعني جمهور الترجي جمهور عظيم ونادي الترجي هو شيخ الأندية التونسية وهو سفير مهم جدا للكرة التونسية ولابد كان مردود الجماهير أن يكون على مستوى هذا النادي العظيم ما رأينا هو أيضا هو لأفريقيا مشتر في تونس على مستوى أفريقيا وعلى مستوى الوطن العربي دائما دائما حتى أنا في كتاباتي وفيما أقوله دائما أثمن على الترجي كقيمة وأقول أنه من أكبر وأعرق وأعظم الأندية العربية على الإطلاق هو في صفاف الصفوة ما بين الأفريقة والعرب هو من الصفوة ومن الأوائل عندما يكون لديه جمهور عظيم بهذا الشكل وبهذه الأعداد بالملايين كما يقول لدينا في مصر لابد أن يكون هناك تحمل للمسؤولية الشرطة وأنا أسجل هنا للتاريخ والبوليس التونسي لم أراه أخضأ في حق الجماهير التونسية وإنما تعامل مع الخروقات الخارجة ضد القانون أنا شايف بأم عيني في استاد رادس ودخلت من الأبواب وسجلت ذلك أبرا سواء موقع تحيا مصر الذي أشرف على الرياضة فيه في مصر أو سواء من خلال العديد من الصفحات ومشاهدات بالملايين سجلت كيف كانت الدقة على الأبواب وكيف كان النظام وهذا يحسب للشرطة التونسية ويحسب للدولة التونسية ولكن أن تخلق مشكلة من لا شيء فهذا لا يليق بناديك العظيم ولا يليق بالجمهور ما رأيته في استاد رادس هي الرسالة التي أريد أن أوصلها كرم التونسة ما رأيته في استاد رادس من بعض وأنا مصمم أن أقول بعض لأن جمهور التريجي جمهور عظيم ولا يمكن أن أعمم من بعض الخارجين وبعض المتجاوزين وربما يكونوا لا يمدوا لقرة القدم بصلة وهذا اللي شفتم من بعض وأحنا دي من أكدو أنه من بعض أحنا يمكن الحاجة الباية في تونس غير اللي عنكم في مصر أحنا نعديه الصورة كاملة أنتم ربما في بعض الأحيان إذا تصير بعض التجاوزات تحاولوا تخبيوها وإذا صارت تجاوزات في تونس وهذا اللوم عليكم خنكمل فقط سؤالي أختلف معك الإعلام المصري لا أكمل فقط سؤالي من الذي جاء من الذي جاء بلقطة وليد أزارو التي كانت سبب في هزيمة الأهل أمام الترجي في 2018 وحصد الترجي للبطولة الإعلام المصري المخرج المصري التصوير المصري لا نخف أبداً لا نخف أبداً لا نخف أبداً ولا نهول وإحنا شفنا حتى من قناة الأهلي شفنا يعديه في اللايف امتاح معبر قناة الأهلي ويقولوا في المقابلة هذه ضد الأهلي في الترجي والأهلي النهار السبت اللي يفات وملاعبية مش قادر إنها تتنفس إنها تدرس والجاز في الملعب أنت شفت جاز في الملعب لا لا فقاقت سؤيل شفت قنابل مسيلة للدموع قنابل مسيلة للدموع تم ضرب أربع قنابل مسيلة للدموع موجودة في الملعب وأنا تأثرت عني كنت وجعاني مكانش موجود لا 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 مش بالدرجة لحقيقة هذا الإعلام المصري أنا من الإعلام المصري وأنا في رسالتي لم أذكر أي شيء فيه مبالغة أو تهوير وإنما نقلت الحقيقة قناة الأهلي زاعت أو بست صور بهذا الشكل فيما يخص ضرب القنابل المسيلة للأهلي والترجي أنا شاهد في الملعب الأهلي والترجي لم يستطع أن يكمل الإحمال أكثر من سواء دقائق والفريقين خرجوا من الملعب معا لأن القنابل المسيلة للدموع انتشرت في ربوع الملعب بطوله وعرضه مش بالدرجة التي تحكي عليها مش بالدرجة التي تحكي عليها في بعض تمثيل لا أقول لك يا شاكر مش عايز أوصل الرسالة أني أنا بدافع عن شيء خطأ بالأكس أنا شايف أني كان فيه شيء محترم كان فيه شيء في انضباط وكان فيه شيء كويس ولكن فيه خروقات من قلة لا تعبر عن الأكثرية لكن كده أنا قلت قرم التونسة في الشق التاني من الدخلة بتاعتي ماذا يعني أني ما رأيته في الشوارع من التونسة وعندما ذهبت إلى باب السويقة واستقبال الناس لي في قلب حديقة التردي لا هذا عادي أحنا ما قلنا نشاهد ما هي تونس الجميلة اللي لازم نقول الصورة عنها فالمشاهد اللي احنا شفناها أتمنى ألا تأخذ في عين الاعتبار أنها أموم وإنما لو كانت في مصر مشاهد هذه ما كنا نشوفها لا 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 مباراة الإفريقي والزمالك يا أخي شاكر مباراة الإفريقي والزمالك يا كابتن رضا للتاريخ حتى مشهورة بمجالبية يعني ما بنخذ بحاله في الإعلام المصري كابتن عبدالناصر خلينا نقدمه شوية تيد في المحتوى متاع الحسن وبش ندخل في الأمور الفنية سي ريذا بوراوية التاريخ ريادية توسي هزمة هدف لسفر كان المردود والنتيجة ما كانتش مقنعة بالنسبة لجمهور التاريخ ريادية توسي أنت بعض الملاحظات بتاع الفنية في الشرية المقابلة أولا سمحني سأحب نشكر الكابتن عبدالناصر شكراك الذي معنا أنت هنعطيه وحقه هذا إنسان على المباشر في قناة تونسية واعترف بعضمت لسانه وأنه الاستقبال متاع التوانسل المصريين مع العلم مع العلم خوية عبدالناصر وأنه سيد حمدي المدب وإدارة التاريخ الرياضي في استقبال الأهلي المصري في المطار برئاسة رئيس التاريخ الرياضي سيد حمدي المدب وكان استقبال تاريخي إذن خوية شكراك هذا إنسان بعضمت لسانه وعلى الهواء الأشياء ممكن أن يتصير في مصر ممكن أن الأخ عبدالناصر ما له يجذب هو يحكي على المباراة هذه وهذا كلمه صحيح تأثرت الفريقين حتى في التصحين هذا صحيح فيما يخص المباراة قتلك أو المبديد يشاكر مع الأسف التاريخ الرياضي غايب تماما لسه على مباراة الأهلي فقط بل يا دي زنتي سيدان فما سوابق فالتاريخ الرياضي غير مقنع في كثير من المباريات وخاصة من الناحية الهجومية الذي أنومه ونا دايخ ما نجذبش عليك مؤنكر خايفك الهوني البدري مزيان ناسي مخرفة عبدالبسيط توجي على المرزوجي طه يسير لخنيسي ولا أب خليه نخنيسي هاني أنا وياك خلي الأخ عبدالبسيط انت مغتنع بهذهما شنون يعطاوني نحكي عسنا نحكي يا عبدالبسيط هذوما سيريذا إذا كان ناخذوا وجهة نظر إدارة التاريجي أعطاوك بطولة للتاريجي وعطاوك ذهاب إلى الدور النصف النهائي لربيت الأبطال وفي الربع النهائي كان انتصار كبير وكان أقناع كبير ذات فريق شباب بلوزداد وبالتالي منجموش نحيو المريض زادة متعمل لعبيد التاريجي ذو ما نقوله اليوم ولو خيبين هذا يقولي أنا سيبتك تقوله نتناخش أنا وينك تقول لا أنا مانيش فني أنا نحكي فيك باللساتي ستير شعكاون رضا سمعلي ممكن بس في الشق الفني فضل متفق معاك أن هناك مردود العديد من اللاعبين التاريجي لا يليق بالتاريج ولابد في الانتدابات الجديدة يكون هناك على الأقل من ستة إلى سبع لاعبين بما يليق بالتاريجي في ناس كما يكونوا عندنا في مصر الترجي اسم كبير وتشرت الترجي كبير عليهم حتى وإن كانوا أعطوا في السابق أصبحوا الآن برى الخدمة هذه أمانة ولكن أقصد ما أقوله في هذه المقابلة من الناحية الفنية الأهلي كان أقوى بكثير من الترجي شو سبب؟ من حيث التحضير يعني أقولك على حاجة كابتر رضا وتكمل الشيقة الفني لأننا مليش في الأمور الفنية في المؤتمر الصحفي أنا أقارن ما بين شيئين كان مسماني رائعا ما قبل المباراة كان كل كلامه في المؤتمر الصحفي والحصة المخصصة لي زي ما أنتم بتقولوا أو الوقت المخصص لي يتحدث على أنه جاء للفوز وأنه يسعى لنتيجة إيجابية إن لم يحقق الفوز وكان لديه مرضوض وثقة في الكلام أعيب على المحترم الخلوق معين الشعباني وأنا من المدربين الأزيناء أحترمهم جدا وأستعير من الكابتن نبيل معلول الكابتن التونسي الكبير أنه قال حاجة مهمة لن يستطيع أحد أن يقدم للترجي أكثر من مقدم معين في هذه المرحلة ولكن أعيب عليه أنه حتى في المؤتمر الصحفي بدأ خائفا هو وسامح الدربالي كل كلامهم للإعلام التونسي والإعلام المصري كان منصب في نقطتين نعمل على عدم إحراز هدف فينا ومحاولة الخروض بأمان يعني حتى التصريحات مقبل المباراة بتنعكس على غرفة خلق الملابس فضلا شكرا على المداخل المتاعك ونوافقك له دورة المدرب كابتن لكن سلاح المدرب يوم المباراة هم اللعبين ونحكي ونحكي لأن أنا نحكي قد تكفيه سوابق في الأداة من الناحية الهجومية مع هذا شاكر أنا كنت من شوية منطمن وأن مباراة لهلي المستوى بشي ترفعها أنا وقتا خسرت التراجي رياضي مع النجم الساحلي واحد سفر في الكاس وطلعت التراجي بشيقعد وثلاثة أسابيع قلت فرصة لمعين الشعباني ماكتعرف انتي تلعب كل ثمانية أو ربعين كل ثلاثة يام تلعب مباراة كل ثلاثة يام تلعب مباراة المدرب ليس له المساحة لكي يطور الففريق هل حين شخلت أنا قلت هالثلاثة يام تلعب عدية لفايت معين الشعباني واللعبين هدوما وخاصة 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 أنا نحيا للجومية إذا أنا بسلع اللي ريتو عدس هذا كان في منت ليمكس إذا معتلك إنه فترة الراحة أذرت بالتراجي ذي تنوسي هتاول يا قاعد نشوف لكن خليني أجملنا من أذرت وقبلش فم أنا نربط هذا بهذا يا شاكر إنا نربط تقولي إحنا جابتنا شمبيونات خلينا نخل باهي إحنا ونتيلي مير عملنا آليه باهي وطمألنا عن شمبيونات ما تنسي يا جزادة خليني يقولها بكل صراحة المنافسين لنا النجم الساحلي والنادي سفاقزي والنادي الإفريقي خاصة الأربعة آدم بكل احترامي اللي باقي الفرق ما كانوش موجودين الموسم آدم صحيح خذينا البطول عن جدارة وما هيش هول مرة الواحد والتلاثين مرة الترجل ياريخ تعليق ترجل ياريخ تونسي سيريدا حتى نكونوا واضحين زلوا نعطيوا معلومة صحيحة ترجل ياريخ تونسي انهزم في البطولة مع نجم اليادي الساحلي في سوسا ثم انهزم مع نجم اليادي الساحلي في جاس تونس اربحش نادي السفاقزي لاحظة 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 أنت تول سمحني أنت شيك رجعة لكلامي تول إذا أنا مرخي تكش انا ضد النادي سفيرطي. سمحني. 2-0 خسرنا. نادي الافريقي عليه روتور. 1-0 بالموت. في الذهاب و0-0 في الهياب. باهي. زيب. مع السسمة. 1-1 في الهياب. مع الاتوال. خسرنا 2-0 وخسرنا 1-0. الهجوم ما هوش قاعدة مركي. ما فيش هجوم يا كابتن رضا. خلينا نتكلم بمصدقية لتحمل الترجي ومعين الشعباني أكثر. ما يقضي. معلزناك بس الكرة التونسية تعاني من عدم وجود مهاجم حتى في المنتخب التونسي. هذه الفترة مر بيها المنتخب المصري بعد اعتزال جير ابو تريكا. وبتحصل هذه الدروبات في كل الدول. الكرة التونسية تعاني من عدم وجود مهاجم. رفو عليك عبد الناصر. يا عبد الناصر. عبد الناصر. الحين انت تزيد. معناتها تطمني في كلامي. خليني من الكرة التونسية يا خويا. نحكي على الطريق الرياضي انا. انا عندي سبعة اثمانية ملاعبية بالخيمة من تحمل المادية. خلينا نتكلم في كل شيء. شيء مني انا. يا خويا انا هل ما تشويتها دوما ما تحتينيش. الواه جايبها دوما انا. الواه جايبه طموحاتي كبيرة. نجيب من لاسماها دي. فما ملاعبية ما لعبتش يا يا شاكر. فما ملاعبية تتقاضى في رواتب. لا لا سمينا سريداء. لا لا سمينا سريداء اذا كان عندك فما عندك رسالة تحب توصلها لدارة ترجي. نقوله فسال. انا سميك. مش كون جابهم هادم يا شاكر. انا جابتهم ولا انتي ايه. ما لدارة تعتبرها فشلت في الانتنابات متاحة على مستوى خاصة على مستوى الهجومي. نعطيك تاريخ تاريخ. تاريخ. كان ديما تاريجي رياضي افضل خط هجوم عنده. قليل في ماتشو ثاني ما تمركيش تاريجي هدف. وصلنا في ماتشو مباريات ما نسجلوش. ما ناش قادرين نسجلوش. خنزيد نعطيك. وبش نزيد دليل على كلامي. ربحنا تطوين في تونس. واحد صفر. بشكل انفس. انه جايز سجل الهدف. ما ارجيش ايضا نفس شيء. ارجيش. محمد علي برمران سجل الهدف. وين هالوجوم هان? يا لها يعني. لها الادارة يا كبت الرضا. يعني. ما شو بعيد لك. بعيد لك. انا قارئ جيد للموضوع في تونس. السيد حمد المدب يعني يكفي انه في اهل تصريحاته اللي انا نقلتها في يوم من الايام. قال لو انا عبيق مصنعي وكل ما امتلك من اجل الترجي للأتأخر. انا مني شالون الحمد المدب عبدالناصر. عبدالناصر. لا اقول انك لومت. انا لا اقول انك لومت. انا اكمل بس باقي جملتي. اكمل باقي فكرتي. الرئيس الذي يقول ذلك. والجمعيات هنا في تونس تعتمد على الادارات. والقطاع الخاص. عكس عندنا في مصر تعتمد على بناء المؤسسات. الرئيس الذي يقول ذلك. لن يتأخر في انتداب كل ما هو يليق بالترجي. واسم الترجي. ولكن خليني اقول لحضرتك. شاكر طلب حاجة صريفة جدا. قال لك نقول بالاسم. انا اقول لك بالاسم. انا شايف اني عنيس البدري كان من اسوأ التغييرات اللي عملها مؤيني الشعباني في المقش. ولم يضف كثيرا للترجي. واراه بخروج بهذه التغييرة. دفاع الاهلي بشكل كبير. الاهلي يا كابتن رضا يا اخي شاكر. من الدقيقة 62 يتسيد المباراة. الاهلي عمل ريكورد تاريخي على ملعب رادس. باكتر من اربعين تمريرا. وهذا الشيء لا يجوز ان يحدث في ملعب رادس. ولكن انا بقول لك. قبل ما تتكلم عن الضعف الذي فيه الترجي. وهذه حقيقة. لابد ان نسلم بها. لابد ان تتحدث على ان النادي الاهلي قوي. والنادي الاهلي ازاح. سنداونز الذي انا كنت اراه. المرشح الاول للفوز بهذه النسخة. على كل حال مزلت مباراة الياب. باعتبار ان الترجي هذه التونسي حتى لا نكونوش معتها ياسر متشأمين. وانتي بتباعة دفع على فريق الاهلي. انا اتمنى صعود الاهلي. ولكن في نفس الوقت كرة القدم لا تعرف المستحيل. شو شو. طبع حاجة شكل. انا بنبين هلك. اه. تخسر الترجي. خسارة في كرة القدم واردة. لكن لست بالطريقة هذه. انت الحين تقول بعض متنسانك وتقول خمسين تمرير او ستين تمرير افتر. هذا موش هو ترجي. موش هذا ترجي. تعرف في اخر الموسم عادة. والفرقة اللي تشارك في البطولات الخارجية. لا لا سريدا. يكونوا جاهزين. يكونوا جاهزين في الفترة هذه. نسيش نتفعل معاك. سيري ذات. ترجي هذه تونسي صحيح. تعدى بمقابلة في نهار ما كانش في حاضر ملاعبية. لكل تقريبا ما كانوش باستثناء الملاعب يزوس. لكن لكن ترجي هذه تونسي عودنا انه في مباراة العودة قادر انه يظهر بوجه اخر. قادر ترجي بش يمشي يسجل في الاهلي. هدفك ولا اثنين. هتو نرجعهم بعض نحكيو على مباراة الاياب. شنوه السيناريونيات. نحن مصننش نحكيو على ما تشعروا تولي. مزننا مزننا. على لي. على لي. هبش نحكيو شنوه قال. ولو الكلام هذا سمحني. نسموه شنوه قال المدرب بتاع الاهلي. مدرب بتاع الاهلي. مدرب بتاع رجل نرجعه. أنا رجع لفسيري ذات. نسموه شنوه قال المدرب يزوس. مهم. كانت كانت خير من هكا برشا. كنا نأملوا انه نخرجوا بنتيجة احسن من هكا برشا. ولكن اليوم الاهلي زادة بطبيعة الحال ما اسرقش الانتصار متاعه. هذا يا شهود تلعب في تونس. ما زالت شهود ما بطبيعة في في مصر. نعملوا اللي علينا اللازم يزمنا نعملوه. ان شاء الله ان شاء الله توفيق الناجم يكون موجود. علش لا. كنت شغاضي في الشرط الاوليني عن الخط الهجومي بتاعي. لان الخط الهجومي بتاعي كان ما كانش فيه مساندة لشريف من الاتنين لتحت منه. اللي هم صراح وطهر ما كانوش بيطلعوا معاوه. ده اللي كامتين معاوه بني الشرطين. بواجهة عام. الشرطي التالي طبعا نصلحك لها. سجلنا هدف. بشكل العام انا مش راضي عن اداء فرقتي في التمرير. ها ممكن تمريرنا بأفضل من كده. كنا نحطينا فيها تحت داخل تمرير اي لازمة. كنا ممكن نمسك الكرة اكتر من كده. بس في الاخر كثير نواحد سيف. الحمد لله طبعا على كل حل. لكن اللي عايز اكد عليه ولا اقوله. واللي لازم يوصل لكل الناس يعني ان التسعين ديال الاولى هي تم حسمها. لكن التسعين ديال الحسم الاخيرة والنهائية لسه ما خلصتش هتبع في القهارة. يعني. يدور لي في التصريحات تلاثة. سمع نزوز مدربين. مدربة ترجي ومدربة الاهلي. لكن اهم تصريح حسب راي. هو تصريح سيد عبدالحفيظ. مدير الكورة في نادي الاهلي. يقولوا ترى وتسعين دقيقة. شوط اول الانتهاء. لكن. مش تصريح سيد عبدالحفيظ بس اخي شاكر. اي. في لقطة. اخويا خليني نكمل الجملة. انا اتفتر اتفتر انا انا بس اصل في حاجة تانية عجباني في الموضوع ده. طيب قلت تصريح سيد عبدالحفيظ يقول فيه انه شوط اول سيري ذات العب في تونس. لكن الحسم سيكون واهم شوط هو سيكون في في القهر. انا معاك. انا معاك. لكن. احنا تول نتكلمه يا شاكر عايش خويا. راني معتي تكش متش لاهلي بارك. يا ربي فهمني. فهمني. يعني انتي انا ماني. انا هراهي الخاص. وان شاء الله سنكون غارض. ونتمنى الترجي رياضي تربح حرب عام شاي. ونتمنى المدافعين بتاع نادي الاهلي مركيو ضد قولهم. هذا الكل نتمنىوه. لكن. اعطيني امل. اعطيني امل. اعطيني امل. نخسر مع لاهلي. نخسر مع نادي كبير. واحد تلاي في الترامة. نخسر. لكن. اعطيني امل. اقول الترجي. في الهجوم. خلقت ستة سبعة فرص. ضيعناهم. هم. خلنا نعودهم. هالستة سبعة فرص. في ملعب القاهرة ان شاء الله. والمركيو اثين ولا ثلاثة. الامل اللي انا فاقدوه. هم. سامحوني يا ترجي. هراني ماذا بي. ماذا بي. نربحو خمسة بشي. ونتمنىها. ان شاء الله نربحوكم في ملعبكم يا عبد الناصر. ان شاء الله. ان شاء الله الترجي تتغير مية وتسعين درجة. هنا نتمنعوه. لكن خلينا نحكيه فنيا. نحكيه بالمنطق يا شاكر. قولي. هذو ما جابو لي شمبيونات. صحيح. الترجي ما عاش تموحاتها بطولة الدوري. تموحاتها اكبر من البطولة الدوري يا شاكر. في الوقت هدايا. سمعني يا عبد الناصر. في الوقت هدايا. في اخر الموسم. في اخر الموسم. لابد الترجي يكون جاز. مش والله. هاو بشنا. فهذا وقت الترجي. وقت الدمي فينال والفينال. وهذا وقتها. ايما من زين ما فات شي وانا معتها. هذا شنتمناه. نحال فكسيري ذاه. باعتبار انه نظرتك الحقيقة نشوفها. برشة اشياء ومية تقول كي انه معتها ترجي خسر ثلاثة ولا اه اربعة. ان شاء الله. ان شاء الله نتعلم. هدف وحيد في ملعب رادسة ترجي. الله العظيم. لثين الجاي وكان ربحت ترجي قسما بلانا ما نعمل حفلة في عنا بعد. ايه ما سيلي ذاه انتي حتى ما لفيت قتل الجزير بش نربحوها ومن بعد خسرنا معاها. ما عاش نحضر. ما اللي ليس نتكلم انا. نعرش اريك. ما كبت الرد التوقح. انتي ما تدخل شواء. اضحاء تجمع. الترجي ليه. من الاهلي مجاش يحرق دمك والله تلاهلي جاي لعب كورة. ليه لانا قدك ما لعب شكورة ليه. اه الاهلي نادي عظيم. من اسوأ من اسوأ المواسم مني نادي لاجي سانة ولكن بدأ يستفيق. اعليش فيق وانا ما فقتشم. استفق على الترجي. عليه. ممكن بس اقول حاجة. فاضل ليه. بص روءة الاهلي اللي انا كنت عايز اتكلم عنه شوف احترام الاهلي للترجي. وده اللي انا عايز اسجله للجمهور. احترام الادارة لقيمة المنافس. احترام الاعلام لقيمة المنافس. يعني النهاردة انت فايز في ردس واحد صفر. ومحمد الشناوي بيعمل اللقطة بتسجل ما يقرب من خمستاشر مليون مشاهدة في مصر. عندما اخرج الكاميرات من غرفة خلع الملابس. وقال نحن لم نصعد بعد. عاك ان تخش الكاميرات تصور في الغرفة. واضطرج الكاميرات واستعزنهم بادب. مش عايز اقول اضطرج. استعزنهم بادب واخرجهم. تصريحات الكابتن محمود الخبيب. هذا الرجل العظيم. تعال بص. مين كان حاضر مع الاهلي. بس انا عايز اوريك النموذج اللي انا عايز اقول. هو حتى منهاولوش برشا يا كابتن لا 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 هناك عادة احنا توا لا لا انا باتحك معه بالعكس احنا خيال لان حاجة اقول لك على حاجة لينا بقول كنا بعض الصفحات بتتكلم تقلل من قيمة مباراة الاولى تنتمي الى الاهل هذا خطأ لانك لما تكون قدام نادي بقيمة التراج لابد ان تحترمو وانتي تحكي على الطريقة كده أنا برد على بعض الصفحات الخارجة وصلت الفترة طيب أنت تحكي على معتها الوجه الاتصالي يظهر به الأهلي بعد الانتصار حتى معين الشعبين نكرونا نسمعوا فيه بعد الهزيمة في الندوة الصحفية قال لك لسه في شيء ثاني قال الأهلي استحقت الانتصار متاحها وفما شوى الثاني في مصر نحاول ونمشي ونترشح ونرجع على شلابي ببتاقة أهل وبالتالي معتها في المستوى هذا اللي حابيتنا نقوله أنه الشناوي ولا مدير الكورة في النادي الأهلي ولا مدرب الترجع للتونسي أكيد أنهم يكونوا يعرفوا كيفاش يتعاملوا على مستوى الصورة وعلى مستوى التعامل الإعلامي بتاعهم وعلى المستوى الاتصالي بتاعهم شاكر خلينا أتفق مع الكابت الرضا المباراة لو الأهلي أحسن استغلال ما بها من فرص كانت خرجت ثلاثة واربعة في المقابل الكابت الرضا اللي بيتكلم عنه يعني وأنا بأسجل إعجابي وتقديري لهذا الرجل المحترم لأنه ما بيتحكش على الجماهير أنا عايز مردود يديني أمل كترجاوي وأنا زي ما بقولك أنا عندي ثقة في فريق الأهلي وهذا في الكورة ولكن استجالات اللي شغالة على الصفحات أن أقلل من قيمة الترجي إن أنا فوز تعليف رادس أو هذا أقولك على معلومة الترجي في آخر تسع مباريات وده اللي بيقصده كان الكابت الرضا بالإحصائيات آخر تسع مباريات لم يحقق إلا فوز واحد أنت عندك مشكلة لابد أن تفكر فيها أن يحقق الترجي مستحيلا في مصر كرة القدم فيها كل شيء لا مهوش مستحيل لا ماقولك بها كل شيء لا لا يعني ماكولش أنه حق المستحيل هذا مش مستحيل لواحد سفر لهنا الأ BAR réseك لا مش مستحيل عبد الناصر لهنا من وفكتش سيريداد أو جه كلمة واحدة نمشي الفاصل سيريداد كلمة واحدة بيتفضل شوف أنا ماينش مدرب شوف أنا ماينش مدرب مش اقول الكلام باباً شوت ثاني أنا ماينش مدرب هناك أنتي محلل أنا محلل وناقد أنا ماينش مدرب ما Critical for Co Spieler من المدرب جين من لعبية كلهم سيئة ما عنديش امل هذا ما يصيرش من حق المدرب بش يعطي الامل انا كرونيكار وناقد ونحب نموت على الترجيه وكلا هذا واقع وعشب كده مو سماني قبل ما تطلع للفاصل الان انا غير راضي يعني عايجي فوس في مصر 3 صفر طيب خلينا نمشي ونشوفوا الفاصل الاشهاري وبعد نرجو نحكيه على مباراة العوتة مع تيفي شوب لفريات متوفيش واجديد اليوم تليفون سمارت تيك برايم تليفون مزيان وسو موهبال خمس وخمسي دينار اكاهاو تليفون هذا دوبل بوس وفيه لكتور ديكار باطري باية وتشد شارج بالكدير في الزيدة راديو افام بلوتوث وبتبعه توقش وكاميرا معه شارجور ليزيكوتور وغارانتي عام كامل متوفر فيه سام كولور مزيانين استغل فرصك وتحصل عليه سمارت تيك برايم خمس وخمسين دينار اكاهاو وكلمنا على الرقم سبعين نييه سبعمية واثنين وسبعين والكومنت في شمانية واربعين ساعة جيه تعبت من وجاعة الانفصل؟ تعبك البرد ومعاش تتحمل وجاعة؟ تيفي شوب تلقى لك الحل مع اغتيكا تستعملو للرقبة لكتافو حتى تركيب اغتيكا ترتحك والاهم 100% طبيعية متكونا منصبر انها نيعو ستة جيوت اساسية اللي يقضيو علو جيع ويخليوك مرتاح طريقة الاستعمال سهلة برشا من مرة المرتين في النهار ولا فار تاخذ واحدة تتحصل على الثانية بليش اغتيكا بثمانية وثلاثين دينار اكاهاو ما لا فيش تستنى كلمنا على الرقم سبعين امية سبعمية وسبعين وسبعين مرحبا بكم رجعنا معكم في هذا الجزء الثاني من سويع اسبور نذكر انه موجود معايا سيريدا بوراوي المدرب والمحلل الفني وايضا ضيفنا من مصر الاعلامي المصري عبد الناصر زيدان المشرف على موقع تحية مصر اكيد موجود معنا الحديث على مباراة العودة لانه احكينا في الجزء الاول على مباراة الذهاب وباقي 90 دقيقة في مباراة الاياب كابتن عبد الناصر نبدأ بك انت مباراة الاياب هل تعتبر انه كل شيء انتهى باعتبار انك قلت مستحيل قبل الفاصل انه الترجي يرجع على الاهلي في مباراة القهرة اي بني ادم عاقل يحترم كرة القدم قبل ان يحترم اسم كبير بوزن الترجي لا يمكن ان يقول كل الامور انتهت انت قلت مستحيل لا ابو المستحيل يحتاج الى رجال تكسروا وفي الترجي فيه فم رجال وانا اقولت لك اقدر الترجي ولا اعتبر ان الاهلي صعد لاني انا راجل باحترم الترجي واحترم المنافس ايا كان اسمه فما بالك بوزن الترجي هناك شوت ثاني في ملعب السلام خصص له عشرة الاف متفرج حتى الان بموافقة من الكاف رسميا الكاف ارسل بالامس موافقته ودي اسرع موافقة يرسلها الاتحاد الافريقي للاهلي منذ بداية هذه البقولة في عدد الجماهير الاهلي طلب بعشرين الف متفرج الاتحاد الافريقي الكاف ارسل بالامس الموافقة على عشرة الاف رفعت الموافقة مع تعزيز اخر لخطاب من ادارة النادي الاهلي الى السلطات المصرية والسلطات المصرية لم تتخذ بعد قرارها النهائي بشأن الحضور والاهلي طلب من الكاف مضاعفة الرقم الى عشرين الف ولكن انا اتوقع انه ربما يكون في عشرة الاف في ملعب السلام من جماهير النادي الاهلي وعايز اقول لك على حاجة لن ومستحيل يب في عشر تلاف يب في عشر تلاف وبني آدم لا يمكن ولذلك انا ارجع هنا الى التقرير الامني اللي طلع ان الحضور تلاتاشر الف او يزيد على الرغم ان انا كنت شايف في المدرجات اكتر من كده التحكي على تونس احكي على تونس يعني في ملعب رادس تقرير الامني يقول انه في تلاتاشر الف ايوة الاحصائية الرسمية اللي راحت للاتحاد الافريقي وان كان مراقب المباراة المغربي وخلينا اقول لك هذا مستقرير الامن التوسي هذا تقرير المراقب المباراة المغربي ما انا بقول لك مراقب المباراة مراقب المباراة رصد عشر ملاحظات يمكن انا انفردت بيهم في موقع تحيا مصر ولكن خلينا اقول لك اهم ثلاثة وبسببهم سيتعرض الترجي الى عقوبات كبيرة الاولى تأخير المباراة لساعة هذه جناية في عالم كرة القدم شاكل شاكل مش عيسى حياته انا بقول لك انا بنفرد معاك بتقرير المراقب وانا انفردت بيه على تحيا يعني المراقب قرر العقوبات مش قرر عقوبة ما قلت لكش قرر عقوبة انا لسا بقول المراقب كتبية انتي قلت الحين من 4 الى 6 مباراة لا هقول لك لسا دلوقتي من 4 ل6 مباراة مع عقوبة مالية والاهل تعرض لمثل هكذا عقوبة في 2013 هل ياني منذ 2014 هو خلينا نوضفه حاجز لا لا استاذ عبد الناصر هو عندك تقرير لا عندي كواليس التقرير لا 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 انتي مسؤول على تقوله بشوي انا مسؤول انا بقولك اهم 3 لحظات انا مسؤول انا نشرت في موقع تحيا مصر وفي تصريحات نزلت للكابتن محمود عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الافريقي عندما سئل عن بعض التجاوزات هذا يتسمى عننا نحن محاولة التأثير على الاتحاد الافريقي من اجل اتخاذ قرارات في الترجل باعتبار انت تقول لي اليوم بعد شفت التقرير الرسمي متاع مراقم المقابلة وباعت قولي هذي كواليس لا 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 اؤثر اول مبارح المبارح لا 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 يا كبتل لا 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 سمحني برب يا شخص فاضل سيريذا سمحني سمحني عبد لا اؤثر عبد خلي سيريذا اتفضل اول مبارح اه اه عبد المبارح اه عملوا تقارير 12000 بتطلع سمحني عاد يا اخو سمحني يا رحم بوالدي بعد اطلع بعد تعثير لكن جي تقول لي انت احنا حلواء تقول لي التراجل رابي سيعاقب مش اقل بين 6 من 4 مباريات خارج ملا ويحكي على عام جاي روا اه ماش يحكي على خلاص خد كلامي والبطولة الافريقية متاع الموسم الجاي بعد 24 ساعة هاي الدعاية المصرية هاي التأثيرات هاي التأثيرات بعد ما تطلع العقوبات التفلبية مش هتكلم فيها تاني عام لا 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 مش موضوعنا تتكلم ولا ما تكلمش احنا نتكلم في الامور الرسمية انا بقول لك الاغلي اللي انت بتقول لي جبت منين المعلومات بقول لك نفسها نفسها كذا احداث حصلت مع النادي الاغلي وفي خروض مش نفسها مش نفسها لا 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 مش نفسها مش نفس الاحديث في خروض عن النص وشمريخ حصل مش نفس الاحديث والاهلي كما السيري ده خلينا يا ما نحكيه وش ما نحكيه وش على الشامبيونز ليج الافريقية موسم 2020 2021 2021 2022 يا انت عقبت الترجي تقول لي ما نحكيه انت عقبت الترجي بستة مباريات لا 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 خلي خلي الاتحاد بلافريقي خلي الاتحاد بلافريقي يا حكي لو سمح يا كبتن انت هدمت المعنوياتي دي السنة الجاية انت ليه انت لما تحكي الكلام هذا 24 ساعة نخلصت المباراة حتى المباراة لما تتعود ما جاءت تحكي تقول الترجي خلاص اعتبر المعلومة ما قلتهاش احسن احسن اكيد يكون احسن الحقيقة اكيد يكون المعلومة تسحبها خير باعتبار انه ما فيماش معلومة رسمية واشنة ما اعتبر ماشي خلينا لغاية ما تيجي المعلومة الرسمية ما في مشكلة لا طيب ما في مشكلة احنا كما قلت ما اعتبر كما كنا يحكي سيري ذا فما هيكل وفما بعض تقارير امنية ومش اللي يكتبوا انت حبيت تهز شوية الامور للتأثير على الاتحاد الفريقي انت فهمتها لكن انا لا اقصد ذلك لا لا مش انا فهمتها هذا اش حبيت تقول انت على كل حال نقطة من وفقكش عليها وان شاء الله تسحبها باعتبار ان خلاص انا سحبتها ماذا بيت انت اعتذر من جماهير الترجي باعتبار انه لا انا جماهير الترجي لا 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 في مس من الفريق ومحاولة انت اليوم تقول هذا تقريبا متاع العقوبات ان شاء الله نحن نقول لأكيد الترجي تنسي وإدار الترجي تنسي تعرف الدافع برشا على الملف متاحها نحكيه على مباراة الاياب هي اهم نقطة فاضل سيري اتمنى النجاح والتوقيق الكرة موجودة في كل شي فهم الاخزار فهم التعاد فهم المفاجآت اذا تحب نحكيه بالمفاجآت لكن على واحدة ان شاء الله الخمستاشر الملعبي اللي بيش يلعبو بعقلية اخرى بيروح اخرى مصير الترجي الموسم هذا بين سقين الملعبية بين اداء الملعبية خليلي من معين يا اخوية يا اخوية فقوني من معين يا رحم والديكم صحيح موفقر موفقر ماشي مباراة يا سيدي كما تحبه تحت تنسي وكلامه يا هوني يا بدري يا مزيان يا كلكم يا فاض اراه اسم الترجي الرياضي اراكم انتم مسؤولين علي يا سيدي موعين يكمل السيدي وانتم بقين يتحركوا شوية يا اخوية ان شاء الله الترجي الرياضي يا تونسي وانا متأكد وانا نعرف انه الترجي الرياضي قادر على العودة بالترشح من القاهرة بالذات من ملعب السلام واكيد قول امين يا رب لا وانا وانا بناشد هليو ديانج ومحمد شريف ولاعب الاهل انهم يكونوا على قدر المسؤولية ويفوزوا 3-0 على ترج طيب اكيد هذا الموقف دي محبة يعني احنا نكون ان شاء الله ترجل ريت احنا حتى على مستوى يعني تعاتي بتاعنا اهدأ منكم منتما متشنجين انا رهت الحديقة التونسية وانا بشكر حمد النقاز والاخوة لا علاقة بشوتر للنجيز وغير واحنا استقبال رائع الناس لا لا حتى احنا كنا نمشي ولمصر يستقبلونا ويفرحوا بينا ومشتورين وخينا اما في الكورة لحقيقة يجبكم تراجعوا مطلوب انكم تراجعوا شوية الطرح الاعلامي متاعكم للمؤلين انكم تهولوا برشا ومشترا مع الترج ولا حتى على المستوى نتذكر مقابلة الجزائر مع مصر رديتوها مقابلة لا لا ونحن اصدرهم ونجنهم لا تحطيون دروس لانوا احنا اصدرها وحنا دا كاتر ونمشي ونحكي وعندما نحكي على مقابلة نهائي ngahis وبيكورة القدم وكابتن عبدالناصر وريبش نعيش توصورة الحققية في كورة القدم التونسية وليس ما quindi إستفنس فينا يا منسي شكاسي يش مرجز معه سيها والله إما رفت ملعب رادس أنت مصر مشجع لو يلعب الزمان يكلفنا على شكال شجع نا بعد ذلك أنا بما وإني كنت في تونس كنت سعيد بالأجواء اللي شفتها بالأمس في الشارع نعملوا برشة سياسة، سيريضان لا 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 أختيقك أخير أخير ما أحب أن تقولك حاجة لا أختيقك معناتها عبد النصر عبد النصر عبد النصر أبس أي شيء تقول حاجة في التمثيل وفي هذه الشيئ دي مصر أم الدنيا نحن لا نمثل لكن فما حاجة بشي قوله لك فما حاجة بشي قوله لك فما حاجة واحدة بشي قوله لك مش تشكرني لهنا بعدش ولي تتكلم علي في مكان يخر فما ناس مصريين فما مصريين على مين لو سمحت احترمونا زي ما احنا نحترموك احترمونا اعطيونا حقنا فما شكون يا كابتن الله تقول عمرك كمل فكرتك كمل فكرتك كمل فكرتك سمينا مسير سيري ذا كمل فكرة متاعك فما لي خال الرجاء والودات والترجي وشمال فريقيا وكرت شمال فريقيا بايلين على لهلي والزمالك تحكي على خالد بايومي واذا تعرفوا صديقي واشربي هذا علامي سنكمل يا اخويا سنكمل سنعطيك تاريخ سنعطيك حاجة عام ثمانية وسبعين اعز منتخب مصر محلوض الختيب وحسن الشحاتة وفاروق جعفر ومصطفى عبدو ومصطفى عبدو اربعة مصر كليت متكلمناش ما اعملناش هيلولة للتاريخ تقعد لكم حاجة اخرى سنتكلم ما سيرش مع هذا نرفع القبة على المصريين والمغاربة والجزائرين اخواتنا لابد ان نعترفوا بعض يوم عليك ويوم علي حاجة اخرى كم مرة مصر ترشحت الكاس العالم كم مرة مارسين في التاريخة تونس خمسة مرات ثلاث مرات مصر ثلاث مرات نزيدك واحدة من عندي ماش ما نحبش كاس العالم لكن لا نحكيه انت من تحبش كاس العالم نحب افريقيا نعلم كاس افريقيا كاس افريقيا كانت مصر تهزها مع اثيوبيا ومع السودان وفقين وزوز منتخباتي شيركوا مع هذا ومع هذا نحترموكم نحترموا مصر نحترموا اخوالكم لكن ما تتعلقوا كثير ما تتعلقوا كثير رد في سعب سرع علينا كاس تونس مسابقات مهمة بسرعة 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 من حق الكابتن رضا ان ينتقد كلام قاله الكابتن خالد بيومي والكابتن خالد بيومي اذا كان بيتكلم كده كان بيقصد في الشق الفني ولكن خالد بيومي ونحن وانا معه صديق عزيز نعشق التوانسة والجزائريين والمغربة وموضوع الحاسية بتاعت كلمة شمال افريقيا هناك من يتجاوز ويبالغ فيها او ايدا طيب ولكن لا تأخذ كل الامور بمعضيتها انا معاك هو شوف تقديري ازاي اكيد في حد عيكون شاطح او حد عيكون مهول ولكن في النهاية لا يمكن لا يمكن لمصري لمصري انه هو يتجاوز في حق كونة شمال افريقيا فالكابتن رضا بس انا عايزك تهدى شوية علشان تنفعلش في الحل التصريحات ما بعد مباراة السي اس اس والاولمبي الأولمبي للعقل لا نادي الأفريقي بعد شوية لكن نتوى نادي اسفيقسي يترشح على حساب الأولمبي للنقل في مباراة انتهت في الدقيقة سبعين ثنين سفر للسي اس 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 نسمع وتصريحات ما بعد مباراة نسيبوش النادي كل بعراقته بالتاريخ اللي يوصلوا بالانجاز اللي يوصلوا السناء على عشرة ولا عشرين الرماء والشماريخ الولادة تضربوا صحيح ولادنا نحنا تضربوا نحن تضربوا نحن تضربنا الناس الكل تضربنا أما نحاولوا في كنف اللي هي منطقة سخونا نجاري والوضع نهدي ونكلمي وما مش نوالي ونزيدوا نعملوا في السيناريوات مش نقشو الوضع برش نعملوا في كنف النادي سفيقسي كيف هو؟ من أول ما قبل ما بدأب المقابلة بدأوا يتطايعوا أنا ريت واحد مابلش بوندع جمسينها وعندي كل شي يموثق لو كل شي بيوصل للجامعة مصور في فيديو اللي بيسا عليه كيفاش يتبقي بيقوله حط وجه كاكة عندي كل شي يموثق أنا اللي ليتو وما عنا كل شي يموثق كل شي لاختر الليماج متمسكة بقراري وعلى خاطر الليماج اللي حبيت نوصلها وصلت لها أنه وزير النقل اللي أكثر حاجة لذرة السنة من الملعب البرتية اللي اخذتها ليريفير أنه حكينا على التعويض وحكينا على إمكانية اتفاقية ما بين ليريفير وما بين الناديو لمبي للنقل حكينا على مواطن شغلة ذي اللي همنا نحنا المواطن الشغلة اللي جات الفلوس اللي جات للسيوتي ما يمنش فيه الماتش الماتش شمشي على روحه دون كنا اللي ماج اللي خدمت عليها وزير النقل اللي جي لانا وجاليو طال اللي خطناحنا الماديات من أول عام الحمد لله أمورنا مريق لعمرنا ما تخصينا وعمرنا ما دقينا باب اللي سبونسور هم اللي جاونا لحد حد عنا سنة المريول المزين اللي هم ما شاء الله المريول المزين لما تكلفته تكلفة رمزية على الأخر لالي شيء أنه باش نغليو اسبونسور متاعنا اللي يدعم فيه محضرين المقابلة متاعنا شفتنا معنا الملابية كله مركزة وشفتوا حتى النتيجة بعم ما لولزموا فهمة تقطعات بوتاتر هي لخلات النساق يكون أقل شوي دونك مبروك للوامبير ناقل على وصوله للدور هذي ومبروك على صعود الرابطة المحترفة الثانية إن شاء الله بنسبة لنا احنا معناتها بالتفاف رجالة النادي كما كانوا موجودين في الأسبوع الفرد الرؤساء القدامة اللي نشكرهم شكر خاص باعتبار أنه الوقفة الحاسمة متاحهم واللي بشنا نستنعه الأسبوع المقبل قبل المباراة متعداور النهائي كانت مؤثرة وحاسمة شوفنا لجوية طيبة معناتها في وسط الفريق إن شاء الله إعداد جدي كما العادة إن شاء الله أكيد يتحدث مسؤولة سي اس اس على الإعداد الجدي لمباراة النهائي في كأس تونس رذاء كما كنت تحدث كنت كهنت بترشح النادي رياضي سفيقسي على حساب السيوتي وهذا ليسار الحمد لله يعني مع كل احترام الاتحاد المنصري بدين بدين مسابقة الكأس بالطرش الرياضي والنجم الساحلي نهيوها النادي الافريقي والنادي السفيقسي بمعنى المقابلات هذومة على الأقل تبدأ في مال على المستوى الحين تقول لي الترشح تقول لك المجل صعيب سواء على النادي السفيقسي سواء النادي الافريقي نتمنى نتمنى أن تدور المباراة في كنف الروح الرياضية وننتبه المسؤولين على تنظيم النهائي في جربة ننتبه الجماهير وننتبه إلى المشاكل هذا نطلب من المسؤولين واضح ونتعلم من الأخطاء أمتعنا لي سارت في الليام الأخيرة باعتبار أنه الصورة قاعدة تنقل إلى خارج حدود الوطن باش نمشي ونشاهده وإلى نسمع تصريح منتصر لوحيشي سيريدا المدرب هذا اللي من اللي جاء للنادي الافريقي مخسر حتى مقابلة وحتى البارح وقت اللي يلقى بعض الصعابات ضد الاتحاد المونستيري ومشي للوقت الإضافي تمكن من المرور الدور النهائي بذربة الجزائي إيشنوق المونسر وراجعين تصريح المسرح ومشي لله ما تجمش تقبيل عخاطرها هب منعباني اليوم بسخارنة بالفولتيكس نمشي بالليسار جميع الملحبات ومشي باللعبات وصورتون هب والحاجة اللي انشاء الله كورا ترجع بالتلبية سوتيان تجمور لون حاجة منفكت على اللعبة منفكت على الملعبية كان هذا تصريح مدرب نادي الأفريقي منتصر لوحيشي وكيد كان سعيد بمرور الفريق متاعه للدورة النهائي من كأس تونس أفيش سيسيس لكلوب أفريقاء أنا بس أقول كلمة على الأفريقي ممكن تفضل له أنا تفرقت على المباراة مبارح في السيد رادس حاضر في رادس حارس مرمى اتحادي المونستيري نقبل مباراة بشير بن سعيد هذا حارس مرمى فوق الحدي لا يمكن أن نتجهله في البرنامج هذا حارس مرمى أستغرب وأرسل رسالة من هنا انحق لي أنه لا بد أن يكون في المنتخب التمسي هذا حارس مرمى في خمس قور لا يمكن يطلحهم إلا حارس عملاق كان نجم المباراة بشكل أكثر من رأي حابة أديله حقه مهمة نقطة مهمة برشة أنا كنت معجب بي معجب بي جدا الاتحاد المونستيري وصل بقرتين للإفريقي في حين الإفريقي لو لا هذا الحارس العملاق يطلع أربع صفر الإفريقي رائع بجماهيره بصراحة مشكور على الملاحظة كابتن عبدالناصر سيريدا قلت فيش فنال لكلوب أفريكان سياسي يظهر لي من أحسن المقابلات اللي نجمان اللقاوة في نهايه كأس تونس يوم يصير شنا نجم نتكلم كل مشاكل فضل نشوف في كورتنا مشاتت مشاتت تجاه السياسي أنت عايز مين يفوز يا كابتن رضا مين يفوز؟ أه أيها من يش يعني أنت تشجع الترجم على ذلك لا لا مشجع الترجم مش من حقي بش انشجع الفريقي من هذا القبعة لا لا مش من حقي بش انشجع من هذا السفاقسي أنت في النهاية تتمنى فوز فريق بعينه؟ ده أسأل لا 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 يعني أنت على السواسية نتمنى حاجة واحدة أن تكون المباراة في مستوى فني على اسم الفريقين فريقين عريقيين فريقين لهم تاريخ إن شاء الله الصورة الحقيقية بتاع الكورة التونسية تتمسح من المشاكل اللي زارت هل في دهور؟ سؤال تاني بس في دهور؟ هنكمل لها عند حاجة مهمة سؤال سيريداء لو تسمح سيريداء فنيا اليوم تفرجت في تقريبا موسم كامل في النادي الافريقي تفرجت في موسم كامل لنادي ريديس فاقسي فما أوقات طيبة للأفريقي وأوقات كانت زادة الأفريقي تحسن سكون الفريق اللي تعتبره أنت اليوم معتها قادر أنه يتوج باللقبة ذايا وعنده أكثر أفضلية بكل احترامي شكرا بكل احترامي النادي الافريقي تطوره مع منتصر العيش البارح نشوف في السيوتي والنادي سفاقسي نشوف في حمادي الضو يعني صراحة النادي سفاقسي تغير شكل متاعه من الأسباني إلى حمادي الضو بارح نسيح سيح استلعب رغم يلعب الكابتري ما يحكي هذي كيكيب ديفزيون دو سيوتي صعيبة في تعملها لكن تشوف شكل الفريق متاع النادي سفاقسي علشا أقول لك أنا الاثنين الاثنين في الوقت الحاضر لفاند باقي نرجع يا شاكر لفاندو سيزان يلزبك تكون جاهز وزوز جاهزين حسب رايق زوز جاهزين موالا واحد يقدر يرشح لي فريق على ثاني صعح أتفق معك واللي بشير بحصة حالي نهائي صعب وانت تسئلت الكابتر رذاع كيف تكون الفريق لا هو خالك تشجع عن نادي الفريقي لا 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 ما أقصد ذلك يا أم انت كده منفعل لي ما تهدى شوية انت ما لا تتراجع في كلامك انت قلت تشجع انت قلت تشجع عن نادي الفريقي خليك على كلمتك خليك على كلمتك يا أخي أنا عشان خليك على كلمتك وإن شاء الله نشوفك يا أبي بعد ذلك بص لنا كنت أيزا أقوله من حيث المستوى الفني كيف يرى السفقسي والترجي أيهما أقوى عنده مرض عنده مرض اسم الترجي لا حول ولا قوة إلا بنا عندكم مرض انتومة في مصر لا الأهل والزمال عندكم مرض اسم الترجي رياضي تونسي ما تستفزني بس مرض إزاي يعني الترجي نادي محترم ونادي عظيم ولا يمكن أن يكون مرض لحد من يقول أن الترجي مرض لآخر فهو يعاني من مرض في الحصول يعاني من مرض يعاني هنا أصحابي هنا أصحابي في كثير مصريين أصحابي وعش معهم في الإمارات ونعرفهم لهم مرض اسم الترجي رياضي لا ما حصلش أصحابك دول أكيد ما حصلش أكيد في المستقفل بيومي كان يتكلم الحين يقول لي أنت خلص نحترم الكبتر خالد بيومي من ناوادي تونسي الكل من ناوادي لا لحظة من ناوادي تونس الكبتر خالد بيومي من أعظم المحللين في الوطن العربي عندك أنت من أعظم لا لا لابد يحترم الناس يحترم الناس خلينا احترم الراجل ساعد أقولك أنا كنت أقصد أوصل الفكرة السفاقسي والإفريقي أيهما أقوى من الشق الفني باعتبر أن الكبتر رضا هو متابع جيد متابع جيد يا صديقي متابع جيد فهو قال المباراة صعبة أنا شخصيا على المستوى الشخصي ما قلت لنشكو مشتاج على الأفريقي ولا سيسيس لحظة ما لس أقول لك يودي الوقت البرنيمش خلصنا خلصنا أنا مبارح قضيت يوم رائع مع الغمهور الأفريقي وصورت دخلة عظيمة بتاعت الباص وكم هو الأفريقي العظيم وأتمنى يفوز بالكاس لا تحدي عند دخلتنا أنا هور رايز الأفريقي فوز بالكاس فقرة لاريس يوري ماج بشنو فيو بها الحسن دينا فقرة لاريس يوري ماج وراجعين انتزع للي أكيد فقرة لاريس يوري ماج بشنو فيو بها حسن يعني ما تنجمش تكون غير بطلة تونسية عربية نحكيوه على أنس جيبر في رياضة التنس أكيد في الرياضة هذه أنس جيبر هي أول عربية تفوز بدورة بيرمينغام للاعبات المحترفات أكيد مبروك لأنس جيبر أول تتويج في تاريخها وهي كما قلنا أكيد العربية الأولى التي تتحصل على لقب مثل هذا في لاعبات المحترفات للتنس أكيد مبروك وإن شاء الله تواصل أنس جيبر تقال لكم بتاعها نحنا هكا وصلنا لهذه الحسن بتاعنا من سويعة سبور كلمة أخيرة تفضل سيري ذا لو أخذت كلمة ناخد كلمة لا 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 مش أنت اللي تقرر أنا لنقر تفضل سيري ذا تفضل سيري ذا خليني عبد الناصر نقول له مبروك مبروك على تونس مبروك لأنس جيبر نورتنا ورفعت الرأية وحاجة أخرى بشي نقول لك عليها سام الملولي ستة وثلاثين سنة سيشارك للسادس مرة سادس أولمبياد سلام عليكم سلام عليكم تحية من لك سيري ذا بوراوي أيضا كابتن عبد الناصر مشكور برشا على الحضور مبروك للأهل يا كبت الرضا يسيرك خلي روحك خلي روحك ووسع بالك لأنه معتا مزال الدور حبيبية شاكر دور النصف نهائي ذا أياب وإن شاء الله تتغير الموازين وإحنا ثيقتنا كبيرة في ترجل هذه توسي مشكور برشا وسعيد جدا كنت بحضورك معنا ربنا خليك عصد شاكر شكرا كابتن عبد الناصر لتقابل وإن شاء الله نهارة الخميس الجاي إلى اللقاء باي باي اشتركوا في القناة